وأضف عبيد أن مصر وفرنسا تتعاونان في مجال الغاز مشيرا إلى أن الرئيسين السيسي ومكران سيعطيان أولوية في مباحاتتهم لتعزيز هذا التعاون في ظل الأزمات بشرق المتوسط لا بد من أخذ بعين الأتبار الموضوع الجيو الاقتصادي وموضوع البترول وموضوع الصراعات أو الخلافات التنافسات التي تحصل اليوم في الشرق الأوسط وكافة الدول المترابطة من روسيا وإيران وتركيا وليبيا وبطبيعة الأمر تأخذ هذه الزيارة أهميتها من هذا الموضوع موضوع الغاز وموضوع المواصلات وتوصيل والبترول وغيره وهذا أمر بغاية الأهمية ومن المؤكد أنه سيكون على طاولة المفاوضات غدا أو طاولة اللقاء غدا بين الرئيس المصري والرئيس الفرنسي